صباح خير يا جماعة اهلا بكم في الفيديو رقم 43 من سلسلة فيديوهات كابسولة الصباح اللي بناخد فيها مواضيع من كتابات بيتر دراكر متمأخوذة من كتاب دايلة دراكر اللي بيناقش كتابات بيتر دراكر اللي بيعتبر من اهم مفكرين الادارة الحديثة النهاردة برضو ازاعة خارجية زي من مدينة الخبر واضح طبعا ان انا في الخبر يعني ما لكن اه صدقوني انا في الخبر النهاردة اه وبكرة كمان ان شاء الله رب رأي اثر يعني اه والفيديو بقى بتاع النهاردة موضوع اه مكمل من فكرة وان هما مش بس بياخدوا مش بس بياخدوا وانما بيحسبوا حسابات الفرص اللي قدامهم وانه فيه فرق من انت بتدور على الحاجة اللي الناس بدأت تعملها وبقى فيه تغيير في البيهيفور وان دي هتبقى فرصة ولا ثرت على عكس مجرد التقليعة او الفاد اللي الناس بتتكلم عنها وعملها هصة وخلاص ونيجي بقى طيب فيه بقى وفيه وعايزين نطبق حاجة فبيتكلم على انه الفكرة بقى انه لازم اي حاجة اي حاجة جديدة بعد ما تحسب الحسابات بتاعتها وتعمل بتاعتها يأتي وقت التطبيق في الحقيقة بتجرب الحاجة على صغير تشوفها هتنجح انا ما تنجحش وهو ده معنى كلمة دي اول حاجة تاني حاجة هما تلات حاجات تاني حاجة قعدة عامة في اي حاجة في الحياة اي حاجة جديدة دايما هتقابل مشاكل الكلام ده يعني هو مكتوب في الكتاب هو معارف اي حد عاش في الدنيا سنتين تلاتة كده على بعض في الحالة العملية هيبقى عارف ان دي حقيقة اي حاجة جديدة دايما بتقابل مشاكل بتقابل آآ يعني اما اما هتقابل مقاومة والناس عايزة تطبقها آآ الناس ما بتحبش التغيير الناس بتحدي ترايح دماغها آآ آآ الفكرة اللي مش طلعة من عند الشخص هيبقى صعب قوي يسمع لها ويفهمها ويتبنيها آآ ده غير ان حتى لما هتيجي ساعة التطبيق هتقابل مشاكل وفي حاجات مش هتمشي على طول وتكاليف هتزيد اكتر من انت مكت حاسب او متوقع آآ او هتلاقي حاجات طلعت لك كده او طلعت لك ما انتش عارك كانت جات لك مين ما كنتش عامل حسابها فدايما دايما في مشاكل اما من الريزيستنس او من المشاكل اللي بتيجي من التطبيق فالتالت حاجة وهي القاعدة الذهبية واهمية الموضوع بتاع النهاردة ان علشان الحاجة الجديدة تعدي من الريزيستنس وتعدي من المشاكل وفعلا تتحول من بايلوت لفعلا مهم وحاجة تتطبق ان انت محتاج حد يتبنيها محتاج حد في المنظومة اللي انت شغال فيها او المنظومة اللي انت بتقدم لها الفكرة دي يكون الشخص ده ليه يكون شخص حد الناس بتحترمه حد ليه نفوز حد الناس بتسمع له مش ليه نفوز يعني هيجبرهم يطبقوها حد الناس هتحترمه حد الناس هتسمع له ها لما هيجي يتكلم بدل بدل ما انت تتكلم والناس خلاص خلاص هي روح اقعدت سلبها على جامعة ما تقرف ناشو بتوجع لناشو دماغنا وتقول لنا عايزين نجدد ونعمل افكار جديدة ما الدنيا ماشية والمكسب جاي وكل حاجة كويسة انت عايز تغير حاجة ليه لأ ده شخص الناس بتقف وتسمع له وتحترم رأيه ويبتدي هو عنده القدرة ان هو يبقى اللي هو يحرك الفكرة الجديدة بتاعتك او بتاعتك ويتبنيها وهو ده المفتاح التلات حاجات دول مهمين في اي تغيير او في اي حاجة جديدة اهميتها في حياتنا اليومية اللي دي بنشوفها كتير وانا باعتبرها مسئولية على اكتاف اصحاب الافكار الكويسة اللي ليها ايمة عالية ناس كتير ما بتكملش في بعد مرحلة او ما بتكملش في مرفك بعد ما بيلاقوا الحكاية ما بتكملش واكتر حاجة الناس بتقع فيها فكرة انه يلاقي في الشخص الشخص اللي يتبنى الفكرة وينجح حالك او يشتغل معاك على انها تنجح ومش هينجح حالك لوحده او لوحدها لازم هتشتغل معاك او معاك ليه بقول مسئولية لان انت يعني الفكرة دي جات لك انت مجات ليش ولا جات لللي جنبي ربنا بعتها عندك انت فلما تموت عندك انت او عندك انت وتوقف عندك يبقى المسئولية كانت عليك اه انت اللي ما كملتش انت اللي ما عرفتش تلاقي الحتة دي بتسمح ناس كتير وانا عارف ان كلنا يعني طب ايانا الشخصية بتفرق عن بعض بتلاقي ايقول لك مسلا ايه انا ما بحبش الزن قوي او انا اه ما بعرفش اه ازن عن الناس واعمل النتوركينج الكويس اللي فعلا يخليني اوصل للشخص الشامبيون اللي هيساعدني في انجاح الفكرة بتاعتي اه انا مش زي ناس تانية بتعرف تتكلم كتير ولبقة جدا في عرض الافكار بتاعتها فانا معلش كل الكلام ده حجج كل الكلام ده حجج دي من من المشاكل مش اقول اي حاجة دي ده بتقابل مشاكل اه دي من مشاكلها الحاجة الجيد فكرة جديدة الحلوة اللي جات عندك دي من مشاكلها انها جات عندك جات عندك وانت لسه او انت لسه ما عندكش المهارات اللي هتساعدك انك توصلها وتنجح لازم تشتغل على الكلام ده ولازم تشتغل على انجاح الفكرة بتاعتك لو انت او انت مؤمنين بجودتها فعلا لان عارف الاختيار التاني هو ايه ان لما الفكرة تبقى عندك انت فكرة حلوة وانت او انت تختار ما تكملش وما تبذلش المجهود وتدور على الشامبيون اللي هيساعدك على انجاح الفكرة دي وتبقى قابليها عمل الحسابات بتاعتك عشان عرض الفكرة بتاعتك تكون كويس لما ما تعملش الكلام ده كله الفكرة تقف عندك في المقابل هيحصل ايه هيجي حد تاني ما عندوش فكرة كويسة زيك عندو فكرة ميديوكر عندو فكرة متوسطة الجودة او اقل كمان من ده وهيعرضها وهيلاقي الشامبيون وهتمشي وهو ده اللي هينتشر والافكار الكويسة هي اللي هتموت وعمرها ما هتشوف النور فده سبب ما بقول اللي بجي له فكرة كويسة لازم يعمل على انجاحها ويخلي باله من التلات حاجات مش بس بنعمل هيصة ونويز وبنتكلم وخلاص انت كده تبقى بتشتغل في تقليعة فعد عمل نويز على الفاضي لازم تحسب لازم لازم تكالكولايت ولازم تبقى واضح عشان تعرف تعرض الفكرة بتاعتك عملت كده بتدور معك بقى على الشامبيون اللي هيطلعها للنور وهي حواليك وعكده عشان بعد كده ترجع تعدل في الخطة بتاعتك لحد ما الموضوع يكبر وينجح ويفرق فعلا ولو ما كبرش ولو ما انجحش يبقى ننقل على الفكرة اللي بعدها ناخد اللاسن من هنا وننقل على اللي بعده هو ما نيقاسش ابدا ده للتلات مراحل وهو ده فكرة لحد ما ده يشوف النور وفعلا يكون مؤثر ويغير في الدنيا اللي حواليه ده كان موضوع يا رب يكون الموضوع عجبكو ويكون مفيد وهشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد وما تنسوش تشوفوا على المسابقة بتاعت كابسولة تلات مرات في اليوم تلات اسئلة اجاباتهم سهلة ومغششكوا الاجابات في الاسئلة نفسها علشان ندخل للسحب ونكسب ان شاء الله ويا رب كمان تكون مفيدة للي هيكسبها بازن الله هشوفكم ان شاء الله بكرة صباحكم جميل شوفكم على خير مع السلامة